دلوقتي نشوف حاجة اسمها السينكروناس مود السينكروناس مود وظيفته انه هو بيخلي كل السنسورس تبقى سينكرونايز مع بعض يعني الليدر خد بوينت كلاود والكاميرا واخده صورة يبقى الاتنين دول يكونوا في نفس اللحظة يعني الاتنين دول يكونوا ملأمين لبعض لكن مايبقاش البوينت كلاود متاخدة في وقت والصورة هي متاخدة في وقت والمطلوب ان انا ركب الاتنين على بعض بالسينسور فيوجن فطبعا ماينفعش لازم الحاجة تكون معمول لها سينكرونايزيشن كذلك فايدة السينكروناس مود ان انا مثلا لو باخد صورة من الكاميرا مفيش لدربة والحاجة انا بس باخد صورة من الكاميرا الكاميرا دي انا عايزة تدخل بعد كده لموديل AI الصورة دي انا عايزة تدخل بعد كده لموديل AI يتعرف فيها على حاجة وبعد كده هيعمل على اساسة بروسس معينة وهيخرج على اساسة اوجة معين فزي ما انت شايف كده الصورة هتدخل على موديل AI يحصل دزشا معين فالكلام ده كله هياخد وقت كل مرة الكاميرا بطلقة صورة هيحصلها العمليات دي كل مرة الكاميرا بطلقة صورة هيحصلها العمليات دي فهيحصل هيحصل لاج بسبب اني مثلا لو انا بتحكم في الحركة بتاع العربية انا عايز مثلا ان الكاميرا هتصور اللينز بتاع الطريق واللينز بتاع الطريق اللي هي موجودة في الصورة دي هدخلها على موديل AI reinforcement learning يعني وعلى أساسه هعرف الaction اللي أنا المفروض هاخده هتحرك قدام ولا يمين ولا شمال ولا فين بالضبط فالمفروض أن الكلام ده هيحتاج وقت لأن عبال ما الصورة تدخل للموديل AI هتكون أصلا العربية تحركت شوية صح فأنا مش عايز الخطأ ده يحصل فالخطأ ده نقدر نتجنبه عن سينكرونة سمود هيعمل هو المفروض أنه هو هيخلي الكاميرا تاخد صورة عادي وبعدين هيخلي كارلا وقفة يعني بيشغل كارلا كل كلوك كده لكنها زي فلفلوب زي ما انت خدت في اللوجيك قبل كده يعني بيشغلها كل كلوك كارلا بيشغلها كل كلوك يشغلها تاخد صورة وبعد كده تفضل مطفية بقية الدورة بتاعها فهيشغلها تاخد صورة وبعد كده كارلا تفضل مطفية وبعد كده الصورة دي تدخل على موديل الاي اوي يحصل بروسيسنج ناخد الاكشن منها وبعد كده نشغل كارلا ناخد صورة تانية ونطبق الاكشن وهكذا فلا يحصل ايه اني هيحافظ على الحركة العربية العربية مش هكون اتحركت مسافة طويلة عبال ما انا خدت الاكشن فالموضوع ده اه سهل علي اني اه لو بتاعتي مش ممكناني ان انا شغال في الريال تايم يعني اللاب بتاعي امكانياته ضعيفة بحيس ان انا مش شغال في الريال تايم اه لا ممكن يزبط لك الموضوع ده عشان يزبط لك وتبقى اكنك شغال في الريال تايم لو لاحظت اتلاقي ان الكود ده هو هو نفس الكود بتاع انزال العربية لما كنا بنزل عربية اه في البيئة من غير السطور دي وكذلك الكود ده هو بتاع الكاميرا يعني ايه يعني بياخد بس صور الكاميرا عمالة تاخد صور صح الجديد بقى ايه الجديد هو السطور اللي احنا اضفناها دي اللي هي السطور دي كده اللي هي بتاع السنكرونة بعمل ايه بعمل بجيب بتاع الورلد بتاعي بعد كده بعمل فيها للسنكرونة بحدد حاجة اسمها الفكس الدلتا سكن دي ده يعني ايه يعني الوقت بتاع الكلوك مش انا بقول لك كارلا هتشتغل كل كلوك اه الوقت بتاع الكلوك اللي هي هتشتغل فيه وقته ايه هيبقى خمسة من مئة ثاني طيب اه هنخليه فولس دلوقتي اقول لك ده فايديته ايه بعدين بعد كده بتكتب وورلد دوت ابلايس للسيتنج بقى اللي انت عدلتها دي واللي بيحصل ان كارلا بعد ما انت عملت اينابول السنكرونة سموت فيها بالشكل ده كده كارلا بقت مستنية منك الكلوك عشان تشتغل يعني هتبقى معلقة كده ومستنية منك التك بيسميها تك عشان تشتغل التك هنا هي الكلوك لازم انت تديها الكلوك عشان تشتغل فعشان كده هنعمل اه زي تحت هنا كده ان كل شوية عمالة ديها تك تك وكزا عشان تفضل شغال اه طبعا انت بعد كده في موديلات الايوي مش تعمل بقى في وايل ترو انت هتبقى جوة وايل ترو دي مسلا او جوة الوايل اللي انت شغل فيها هيعني مش شرط تبقى وايل ترو جوة اللوب اللي انت شغل فيها هتبقى بتعمل تك التك دي طبعا هتمكنك ان الكاميرا تاخد صورة بعد كده الصورة اللي اخدت الكاميرا وخزنتها في حتة معينة تعمل عليها بروسيسنج تاخد على اساس اكشا معين كده يعني طيب في حاجة عايزين نحددها الفيكس الدلتا ساكن دي بتتحدد خمسة من مية هنا احنا حطينا خمسة من مية على اساس ايه خمسة من مية على اساس الوقت اللي السنسورز هتلحق تجمع فيه الداتا انا هنا في الكود ده مش حاطط غير الكاميرا فالكاميرا هكون لحقة تصور الصورة في اقل من خمسة من مية ثانية يعني انما لو حاططت مثلا الليدر لا الليدر هيحتاج وقته اطول يبقى اذا لازم تزود الوقت ده اللي هو فكس الدلتا ساكن ده الوقت بتاع الكولوك يعني ايه يعني مدة الكولوك قد ايه فلازم تكون الفترة دي كافية للسنسور ان هو يقدر اه يجمع الداتا خلاله فهنا عشان انا حاطت كاميرا بس تقدر تاخد فيه اهل من الخمسة من مية ساكن اللي انا حاططتهم ده تعالى نشغل ونشوف الشكل هيكون عامل ازاي? اه تعالى نشغل ده كده زي ما انت شايف دي كده كارلا اه لو جيت تشغلها بالشكل ده كده تشغل اول سل هتلاقي ان كارلا علقت معاك السماء بقتش تتحرك اهو زي ما انت شايف علقت ليه هي مستنية منك التك بس عشان تشتغل فتعالى هنا نشغل السل دي تنزل الكاميرا وتعمل نشغل عشان العربية تتحرك وتعالى بقى نعمل التك فجوة دي هو عمال يعمل تك تك وكذا فعشان كده هتلاحظ ان كارلا اشتغلت معاك بس زي ما انت شايف اه شغلها بالتك يعني مش شغل ايه اه مش اكنها اه شغلها بشكل عادي لا هي هنا شغلها بالكلوك فاتلاحظ ان السميوليشن اه بقى يعتبر زي اللي بييد ويطفي ايد ويطفي ايد ويطفي بسرعة بسرعة قوي فعشان كده اللي بيحصل انت مش حاسس ان هو بييد ويطفي ولكن لو انت حاطت سنسورز تانية ومكبر الوقت ده عن خمسة من مية وفي سنسورز تانية تستاهل ان الوقت ده يبقى بالشكل ده اللي هيحصل ان هتلاقي اه بتاخد وقت ما بين ان هي تيد وتطفي يعني التك نفسه بياخد وقت ما بين المرة والمرة فتعالى اه نقفل كده ونشوف الشكل هيكون عامل ازاي هل فعلا جمع داتا ولا لا لو دخلنا هنا على ده هنلاقي ان هو عامل لك فعلا فولدر اسمه او تجمع فيه الصور بالشكل ده كده والصور لو تلاحظ مثلا انا في الصورة دي لو تلاحظوا وهنقل على الصورة اللي بعدها هتلاقي المسافة بينهم صغيرة دي التك با اللي انا بتكلم عليه المسافة اه آآ ما بين التك والتيك دي المسافة اللي أنا بتكلم عليه اه طبعا لكن التك نفسها هي زوية هي 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 وقت الالتقاط بتاع الصورة يعني اول وقت بتاع الريزن جيجي بتاع الكروف طيب تعال نعمل حركة تانية تعال نمسح الصور دي ونجرب ان احنا نشغل حاجة اسمها نورندرينج مود بدل ما هي فولس نخليها بترو اللي هيحصل ايه بقى؟ اللي هيحصل ان انا بقوله انا مش عايز اشوف شاشة كارلا انا عايزة تبقى باللون اللي سود يعني تبقى سودة مش عايزة اشوف انا البروسيسنج اللي بيحصل ليه؟ ليه ممكن اعمل حركة زي كده؟ ممكن اعمل حركة زي كده نتيجة ان انا مش عايز اشوف استهلاك الجي بيو يعني استهلاك الجي بيو بالنسبالي هيكون عالي فانا عايز اقلل استهلاك الجي بيو فما يبقاش فيه رندرينج بيحصل للمشهد قدامي يعني فعلشان كده تعالى نشغل كارلا ونشوف الشكل هيكون اعمل ازاي؟ زي ما انت شايف كارلا فتحت بالشكل ده لو انا فتحت ده هتلاقي ان هي تحولت للشكل اللي سود شاشة بالشكل ده كده تعالى نشغل السل اللي بعدها نفعل بعد كده نعمل عشان نشغل هتلاحز ان هو فعلا بدأ ياخد صور يعني هتلاقي الصورة هي ولو اه اتنقلت من صورة الصورة هتحس ان فعلا العربية بتتحرك يعني زي ما انت شايف كارلا عربية بتنزل هي وبتبدأ تتحرك ففعلا هي شغالة ولكن انت مش شايف ده فزي ما انت شايف اللي ممكن يحصل ايه؟ ان انا بدل ما بعمل listen وبحفظ الصورة لا انا ممكن اعمل listen وشغل function تانية تخزن الصورة في وانا هنا جوة عمال اخد الصورة اللي تخزنت من دي بعد كل باخد الصورة اخر صورة موجودة في واخر صورة دي مسلا بعمل لها بدخل هنا جوة على موديل موديل ايه اي يعمل مثلا لحاجة معينة وعلى اساسها ياخد اكشة معين او يعمل حركة معينة وهكذا وبعد كده البرة اللي بعدها يعمل تاني ياخد صورة ويشتغل وهكذا فدي اك انها زي الكلوك كارلت تشتغل كل كلوك معاك فده مفيد في synchronization مفيد مفيد اشتركوا في القناة